نقدم الجزء الأول من سلسلتنا الإخبارية الذي يحكي عن الحياة الدينية في قصر الرئيس رجب طيب أردوغان من أجل إعلام الأمة فتح رئيسنا رجب طيب أردوغان كتب الحديث واختار الحديث كما كان يفعل كل صباح عندما كان في القصر ثم دعا لكليروس وقرأ الحديث أبو داود الصلاة الحديث رقم 493 يقول النبي لا تصلي على فراش الإبل لأن الإبل شياطين نصلي في حظائر الغنم لأنها بركات بعد أن انتهى من قراءة الحديث صرخ أيها الكهانوت أيها العلماء ما تفسير ذلك عندئذ بدأ الرجل صاحب أطول لحية وأغرب تناكر لرجال الدين يتكلم الإبل أهل الشيطان لأنه عندما يرى الجمل الشيطان فإنه يهز فيله ويمشي مثل السلطاعون بسعادة ثم يبسق الجمل مثل اللامة في وجه أول مؤمن يقابله يحمل ضغينة على العلماء ويركلهم الجمل حيوان كريه وكافر مكان البعير في النار مثل كل كافر في المرجل بجانب الكافر الملقب بأبي جهل مكانه في النار لذلك لا تؤدى الصلاة على فراش الإبل هل تجوز الصلاة على كنب الإبل؟ ولا يجوز أيضا من ناحية أخرى فإن شخصية الخروف مثل شخصية المؤمن الصلاة في حظيرة الغنم فضيلة لأن الغنم أصدقاء الله وبعبارة أخرى حيث لا يوجد مسجد فإن الحظيرة هي مسجد وفي مثل هذه الحالة تجب الصلاة في حظيرة الغنم الغنم من أكثر المخلوقات احتراما في نظر الله وفي نظر العلماء بمزاجه وشخصيته كما جاء في الحديث فإن الصلاة في حظيرة الغنم لها بركة وكثرة عند سماع هذا البيام قتل رجب طيب أردغان جميع الإبل الموجودة في حظائر القصر وجلب خمسة آلاف من أغلى الأغنام من الأرجنتين ووضعها في قصره من أجل إنهاء غلاء المعيشة وزيادة الخصوبة في أراضيها بعد ذلك بدأ في أداء كل صلاة يؤديها دون المصلين بين الغنم وفقا للشائعات نظرا لمعايير رعي ثلاثة أغنام أو ماعز وهو شرط كاف لكونه رجل دولة قام الناس في مسقط رأسه وزوجته بأداء رقصات شرق أوسطية تقليدية بفرح لإرسال ما لا يقل عن 1666 رجل دولة إلى القصر في المستقبل القريب قام الرئيس رجب طيب أردغان بإطعام الأغنام بأزهار الأوركيد الخاصة المستوردة من شركة قريبة منه في هولندا فقط في سبيل الله عاش الرئيس رجب طيب أردغان الذي بدأ حياته قريته في المدينة مرة أخرى مع زوجته بسعادة حتى الانتخابات القادمة أو التمرد الدموي للشعب الجائع على الرغم من وباء الأغنام الباتغونية في القصر اشتركوا في القناة